سيد الرئيس خلال الأشهر القليلة الماضية عقد مجلس الأمن العديد من الاجتماعات لمعالجة أنماط عدة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام الإسرائيلي ضد غزة وعلى الرغم من اعتماد ثلاث قرارات من المجلس وإطلاق بيان للصحافة مطالبا بوقف إطلاق نار فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية المعززة وغير المقيدة إلى شعب غزة إلا أنه لم ينتج عن ذلك أي نتائج عالمية ولم تأتي أكلها في الوقت ذاته وفي نفس الفترة واصل النظام الإسرائيلي قتله العشوائي والعنف الذي أدى بوفاة 34 ألف مدني فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وأدى إلى إصابة عشرات الألاف من الآخرين والنزوح القصري لسكان غزة والتدمير المتعمد لأكثر من 70% من المناطق السكنية والبناء التحتية بما في ذلك معظم المستشفيات ومع ذلك وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه النظام الإسرائيلي سيد رئيس أن الهجوم الصاروخ على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق برهن أن هذا النظام لا يتردد في انتهاك المبادئ الأساسية لحرمة وحصانة تلك المراكز وهو لأشخاص وهو اعتراف بعدم الإقرار باتفاقية فيينا كما أكد السواد الأعظم من أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع الثاني من إبريل هنا هذا الهجوم هو انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقية فيينا التي تعود إلى عام 1961 ومعظمهم قاموا بإدانة هذا القصف إلا أن مجلس الأمن لم يعتمد أي إجراء خلال الشهر الماضي لمنع أي هجمات إضافية يطلقها النظام الإسرائيلي ضد مصالح إيران ومراكزها والمستشارين العسكريين الإيرانيين الذين سعوا لمكافحة الإرهاب بوجودهم هناك ولسوء الطالع وبسبب هذا السلوك غير المسؤول على الإطلاق من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بالتصدي لهذا الهجوم غير القانوني فقد فشلوا حتى في إصدار بيان يشتمل على إدانة بسيطة أسيد الرئيس ما من دولة عضو ستبقى صامتة في مواجهة هذا الهجوم العسكري الخطير والسافر على سفارتها فالسفارة رمز للسيادة هذا بالإضافة إلى قتل الدبلوماسيين والموظفين ممن يعملون في الشؤون القانونية لقد برهنت جمهورية إيران الإسلامية حتى وقت قريب عن ضبط النفس في مجابهة هجمات صاروخية إرهابية أخرى أخذينا بعين الاعتبار الوضع المؤسف الذي تشهده المنطقة وكنا على استعداد لإعطاء الأمم المتحدة ودورها فرصة لعدم تصعيد النزاع لكننا واجهنا مواصلة منح البيت الأبيض الدوء الأخضر للنظام الإسرائيلي ومواصلة تقاعص مجلس الأمن الذي لم يستطع منع مثل هذه الهجمات هجمات شنها النظام الإسرائيلي وبالتالي لم تكن لتصبر أكثر من ذلك بعد هجوم استهدف سيادة إيران وسفرتها وبالتالي الهجوم العسكري الإيراني في 13 أبريل كان في المقام الأول ضروريا لأنه ما من خيارات أخرى متاحة لإيران ثانيا قمنا بهذا الهجوم كرد على سلسلة من الهجمات والعدوان المتكرر من قبل النظام الإسرائيلي في شكل هجمات صاروخية استهدفت مصالح إيرانية وخاصة صفارتنا في سوريا وجاء ذلك ضمن حق إيران للدفاع المشروع عن نفسها وفق النظام الدولي رابعا قمنا بذلك من خلال مراقبة كافة معايير عدم مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية خامسا ركزنا فحسب على قاعدتين عسكريتين تابعتين للنظام الإسرائيلي استخدمتا في الهجوم ضد سفارتنا وبالتالي كان هجوما محدودا للغاية ومتناسبا تماما وفقا للمعايير والمتطلبات العسكرية ونطاقها وقد كان واضحا وجليا أن بعض داعمي النظام الإسرائيلي الذين شاركوا بشكل قاطع في هذا التخريب في غزة سيساعدون النظام في التصدي للهجوم الإيراني وقد استخدمت مجموعة كبيرة من الأسلحة لتحقيق هذا الهدف وبالتالي دفاعنا كان مشروعا هجوم بلادي كان محدودا وبالحد الأدنى واستهدف فقط القواعد العسكرية اتصاقا مع القانون الدولي وعدم العدوان على المناطق المدنية وذلك ضمانا للتناسب والتنفيذ الدقيق والمحدد الهدف وذلك أيضا تحقيقا لغايتنا وأهدافنا السيد الرئيس أريد أن أشدد من جديد على أننا تأكدنا من الدفاع المشروع لإيران وتدابيرها المجابهة وبالتالي يجب على النظام الإسرائيلي الإرهابي أن يمنع عن أي مغامرات عسكرية إضافية ضد مصالحنا وأصولنا وفي حالة أي استخدام غير مشروع للقوة من قبل النظام الإسرائيلي أو أي انتهاك لسيادتنا إن هذا القرار لا يمكن أن يتغير السيد الرئيس أريد أن أوضح وبشكل واضح في نيويورك إن إيران لطالما كانت أو شكلت جزءا إيجابيا في التطورات الإقليمية وتسير على مسار الاستقرار والسلام المستدام بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب ولن يكون لديها أي تحفظات ولن تقوم بالمساومة على حساب مصالحنا الوطنية والأمن الجماعي في منطقة آسيا الغربية على مجلس الأمن أن يجبر النظام المتمرد والمارق في إسرائيل على وقف الحرب في غزة أود أن أؤكد لكم السيد الرئيس أن جمهورية إيران الإسلامية سوف تبقى ملتزمة بتحصين الأمن والاستقرار في المنطقة وعندما نتحدث عن الأمن المستدام في المنطقة ومكافحة الإرهاب من المستحيل أن لا نذكر الدور الأساسي والمهم الذي لعبه الحرس الثوري الإيراني في مكافحة الإرهاب لا يمكن إلا أن نهنئ الحرس الثوري على التضحيات التي قام بها الحرس الثوري وخاصة قاسم سليماني والجنرالات الزاهدي وأبراهيمي ورفاقهم الذين قتلوا في الهجمات الأخيرة ضد بعثتنا في دمشق ليس هناك أي شك في أن التضحيات التي قام بها الجنرال سليماني والحرس الثوري في إعادة السلام إلى المنطقة ومساعدة الشعبين العراقي والسوري معروفة للجميع وعلى هذا الأساس أن المستشارين الإيرانيين سوف يستمرون وبقوة بجهودهم من أجل تحقيق الأمن المستدام في المنطقة السيد الرئيس أن جرائم النظام الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة في غزة وفي مناطق أخرى من فلسطين المحتلة والهجمات في المنطقة تشير إلى وقائع لا يمكن ضحدها ومنها أولا أن الهجمات التي يقوم بها هذا النظام يمكن اعتبارها وبوضوح عدوانا وجرائم حرب وجرائم ضداء الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وبالتالي هذا النظام الإسرائيلي وحلفائه هو المسؤول هم المسؤولون وكل القادة ومن يدعم هذه الجرائم يجب أن يخضع للمحاسبة وللعدالة بسبب هذه الجرائم البشعة ثانيا إن جوهر وطبيعة النظام الإسرائيلي مستندة إلى العدوان والاحتلال والترهيب والإبادة وبالتالي كل الأعمال التي مارسها هذا النظام وما يسمى بمفاوضات السلام واتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل لم تكن مسالمة بل مخادعة وبالتالي لم تؤتي بأي نتائج ملموسة لتحقيق الحق الفلسطيني بالحصول على دولة